اهلا بحضراتكم في اولى حلقات برنامجكم الصفتي والقانون النهاردة ان شاء الله هتبقى حلقة مميزة هتضم عدة فقرات هيبقى فقرات مهمة جدا هتهم العامة الى موجود الفقرات مهمة جدا هتهم العامة في المجتمع فقرات من خلال هذه الفقرات هتقدم نستضيف ضيوفنا اللي هما هيبقى عندهم قضايا هامة جدا وعايز يوصل صوته للمسؤولين في البلد هيبقى فقرات من ضمن الفقرات استغاسة لمسؤول هنتواصل من خلالها بمسؤول في الدولة هامه كله ويحل مشكلة المواطن اللي تعرض لظلم مبين وظلم من خلال بعد ما اخد كافة اجراءاته القانونية لكن للأسف حتى الان ما تمش تنفيذ الاحكام اللي صدرت بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية هيبقى في فقرة ايضا معاكم الصفتي في خلال هذه الفقرة هتلقى اتصالاتكو هجاوب على اسئلتكو هجاوب على كافة الاسئلة على غرار الصفحة القانونية الخاصة بينا وهنتلقى اتصالاتكو على تليفونات اللي موجودة الان على الشاشة هيبقى هناك فقرة ايضا هنستفيد العامة كلها تستفيد من الفقرة دي بمعلومات قيمة قانونية هتسمى اعرف حقك من خلال اعرف حقك هنقول كل حلقة من حلقات البرنامج ان شاء الله كل يوم خميس هنقول معلومة قانونية هتفيد هتفيدك انت كشخص عادي في المجتمع من خلال المعلومة القانونية هتقدر تكون خبرة قانونية او عدة معلومات تقدر تتصرف على ضوء المعلومات دي تصرف صحيح وقائي وقانوني سليم وبعد الفاصل هايبقى فقرة استغاثة مع مسؤول الفساد زي ما قلت كده ما احنا دي مشكلة كبيرة موجودة في بلادنا وبنتحرك فيها وفيه اجهزة رقبية شغالة بتعمل على مكافحة الفساد دائما ما ينادي الرئيس السيسي بالضرب بيد من حديد على كل فاسد ومن هذا المنطلق نتعجب ونتساءل هل من المنطقي ان يكون السارق بحكم بات نهائي من المحكمة وهو حكم مخل بالشرف مرشحا في مجلس النواب الغريبة في الموضوع ان انا اتفجيت ان هو نازل انتخابات مجلس الشعب بداية الحكاية العجيبة تحكيها الاستاذة غادة محمود عبد العزيز الشيخ صاحبة هذه المشكلة والتي اخذت حكم نهائي بات على هذا السارق مشكلتي بدأت من اربع سنين ان انا كنت مسافرة برا وعندي شقة مأجرها لتجوزتي فيها ديفة الهرم صاحب العمارة اتوفى ابنه وزوجته وولاده ورسوا العمارة خلوني انا مسافرة برا وبدفع ايجاري بالسنة مقدما وما فيش اي مشاكل بينيوا بينهم اقتحموا شقتي قصروا الباب بالبلطقة انا شقتي كانت فيها حاجات كتيرة جدا جدا جايبها من برا وقرتي حاجاتي وجايب حاجات خاصة بجهاز البنتي وكده حاجات بمبلغ كبير خد الحاجة بالكامل قلت له خلاص انا انا هرفع قضية وهمشي في سلك القضاء واذا ثبت ان هو سرق يبقى ساعتها اللي بيفصل في الموضوع هو القضاء كلفت المستشار مصطفى الصفتي بان هو يتولى القضية بتاعتي وسبت المحامي الاولاني اللي كنت معاه وبناء عليه السيادة المستشار خد لي حكم بعد ما حصل فيه نقض بسنة حبس قال لي على فكرة خلي بالك احنا عارفين بيتك اللي انت قاعدة فيه ومش بعيد علينا يعني ان احنا ممكن نعمل اي حاجة هذا ده دي رسمي فقلت له عموما انا عايشة في بلد فيها قضاء وفيها قانون والقانون هو اللي هيحميني عليه حكم السنة واجب النفذ تفوش طعن مفوش اي نقض مفوش اي حاجة ده خلاص واجب النفذ فازاي ان هو هينزل انتخابات مجلس شعب يدافع فيه عن ناس مفروض ان هو يجيب حقوق ناس وهو اول واحد جار على حقوق الاخرين يعني ظلم سرق انتهك حرمة بيت انتهك حرمة حياتي الخاصة ماذا تطلب صاحبة الحق من الرئيس السيسي والله انا بطلب من سيادة الرئيس ان انا عايزة حقي بطالب بحماية عيلتي بحماية بيتي ان ما يحصلش تعدي لا علي ولا على اي حد من عيلتي وانتقلت الكاميرا لمكتب المستشار مصطفى الصفتي لمعرفة ماذا سيحدث لهذا السارق والله القضية دي قضية مخلة بالشرف من الدرجة الاولى هي قضية سرقة ومتهم فيها شخص للأسف تم ترشيحه في مجلس الشعب طبعا الايام دي في انتخابات مجلس الشعب وهو مرشح عن هزب الوافت وللاسف هو المفروض حارس من حراس القانون يعني قانون لا يجوز اصلا ان يتم ترشيح شخص يمصد الشعب وهو متهم في جريمة مخلة بالشرف والامان ما هو رأي المستشار مصطفى الصفتي في هذه القضية القضية دي مرض بثلاثة درجات درجة اولى طبعا المجنة عليها كانت تقدمت بلاغ الاول لما تسرقت شاقتها وكسر الشاقة وخد كامل محتواتها من جوة كانت هي مسافرة برى البلد والشاقة دي كانت مستقجرة من والد هذا الشخص كسر الشاقة وخد محتوات الشاقة لما عرفه طرحت بلاغة نيابة والمحضر ده الاصر هو باعتبر محايمي طبعا ويقدر يتلاعب حافظ المحضر عمل التظلم منه ومش يبقى قضية سرقة اتحكم عليه في اول درجة بحكم سنة مع النفاذ عمل استقناف وقدر ياخد براءة في الاستقناف تقدمنا بطلب للنيابة والنيابة فعلا نقضت الحكم ده وتم إلغاء الحكم البراءة لصدم الاستقناف ده بإجماع القراء وصدر حكم فعلا في 13.09.2020 بتأييد حكم اول درجة اللي هو الحبس السنة مع النفاذ فأصبح حكم حائز لحجية أمر مغضي وأصبح حكم بات غير قابل للطعن عليه بعد الحكم الثالث والبات من النقد بحبس المتهم سنة دون المحاولة منه بأي شكل من الأشكال كونه محامي أن يطعن على هذا الحكم أو يتملص منه طبعا أن نصيقاتنا غالق عالية بوزارة الداخلية وأكيد أن حكم ده يتنفذ ويتم استبعاده من الانتخابات لأنه لا يصلح أنه يمسل الشعب سرقة وهو كسر الشقة وخد محتوات الشقة يعني خد شقة عمر بتاع ناس في كل اللي قلته له قلته أنا مش هقول غير حزبون الله ونام أهلا بحضراتكم طبعا بعد ما تفرجنا على التقرير اللي أزيح حاليا نلاقي أن شخص كان المفروض هيؤتمن على شعب بأكمله كان المفروض هيرشح لمجلس النواب وهيمثل الشعب بأكمله وهيشرع قوانين فجئنا أن هذا الشخص استغل استغل صاحبة الحق اللي موجودة معنا النهاردة واقتحم شقتها وسرق كل محتوياتها اتخذت ضده إجراءات قانونية الإجراءات القانونية طبعا اللي احنا وضحنا في خلال التقرير ده جزء بسيط منها لكن معنا مدام غادة صاحبة المشكلة أهلا وسهلا نرحب بيها احنا عايزين الجمهور طبعا أنا عارف القصة إيه بالكامل لكن عايز الجمهور يعرف إيه اللي حصل معاك بالتفصيل من بداية من بداية المشكلة حتى صدور حكم عليه اللي حصل أني من خمس سنين أنا كنت موجودة خارج مصر والشقة دي مستأجرة دي شقة الزوجية ومتأجرة من حوالي من أكتر من 30 سنة فجأت بأن الجنان بيكلموني وبيقولولي أن تم اقتحم حقوقي كنت فين؟ كنت فين سفرة كنت في الإمارات قالوا لي أن الشقة تم اقتحمها من قبل صاحب العمارة أو ابن صاحب العمارة كده من دير السبب؟ بدون أي أسباب أنا بدفع الإيجار بتاعي كل سنة يعني كنت بدفع الإيجار بالسنة وما فيش بين يوم بينهم أي مشاكل وأنا حتى معرفش الولد يعني الولد أنا كنت بشوفه هو صغير لما كان بييجي ياخد مني الإيجار ووالده كان عايش قال لهم هي مسافرة برة وأنا عايز الشقة فقال له طيب هل هي تأخرت في أي تزديد مستحقات على الشقة؟ قال لهم لا بس أنا عايز الشقة الشقة تلزم طب المبارر إيه حضرتك لي كده؟ والحاجة هي مسافرة برة هو كان محتاج أو الشقة دي يعني معندوش شقة تانية معندوش مكان تاني يوعد فيه؟ اللي أنا أعرفه إن هما عندهم فيلا وعندهم أملاك كتير بس هو اللي أنا عارفه كمان بعد كده إن ده نظامهم اه اقتحم الشقة بتاعتي قسرها كان جايب مع الناس عشان يكسروها ولما الجران تصدوله راح كاسر الشقة هو بنفسه ودخل واتفجأوا به إن هو بيفضي الشقة من كل محتوياتها أخدت إجراءات قانونية؟ أخدت إجراءات قانونية فعلا بحيء إن أنا عملت محضر وعملت قضية وصعدت الموضوع للقضاء هم حاولوا إن هما يسوموني علشان خاطر إن أنا الإجراءات القرونية وصلت فيهت فين؟ وصلت في الأول إن أنا تم إن أنا طلع لي أمر من المحام العام بالتمكين من الشقة تمام في الوقت اللي أنا تمكنت فيه من الشقة كان هو ساب الشقة قابلها بحوالي يومين بالظبط 48 ساعة وفض الشقة من جميع محتوياتها نسأل ليش أي حاجة فيها تمام اتمكنت من الشقة وخدتها وأمنت شقتي كويس وبدأنا بقى في إجراءات موضوع السرقة وتبديد عملت عليه قضية سرقة بالظبط قضية سرقة وصلت لي فين؟ وصلت لحد ما أنا خدت عليه حكم عن طريق محكمة النقد بالسجن سنة من محكمة النقد؟ من محكمة النقد فجأت بقى بأن هو نازل انتخابات نازل انتخابات مجلس الشعب؟ فأنا ساعتها لما فجأت بالموضوع الدوة طب هو إزاي نازل انتخابات وإزاي توافق أسنع على ترشحه وهو في قضية أساساً كانت منظورة قدام القضاة هو بيشتغل إيه؟ هو محامي آه هو محامي بالأسف فيعني دي كانت بالنسبة لي طبعاً صدمة يعني فقلت لأ طب هل تنفذ الحكم الآن دلوقتي ولا لأ؟ لا ما تمش تنفيذه إيه سبب؟ الإجراءات بطء للأسف هي الإجراءات بطيئة جداً فما تنفسش حكمة النقد طيب حضرتك يعني عايزة إيه؟ عايزة توصلي فين؟ عايزة إن أنا إن هو يتم تنفيذ الحكم آه يتسجن ويتحكمل في قضية التعويض يتشطب من نقابة المحامين لأن دوت مثال سيء جداً 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 إزاي إن هو واحد مفروض إن هو محامي بيدافع وبيجيب حقوق الناس المظلومة ومرشح نفسه عشان يجيب حقوق الناس وهو أول واحد بيقتصب حقوق الناس تمام وأنا من خلال البرنامج بتاعنا ده بوجه استغاثة آه للسيد الوائل محترم آه مساعد وزير الداخلية لقطاع آه تنفيذ الأحكام آه بتنفيذ بسرعة تنفيذها ذا الحكم الحكم ده آه مدام غادة قالت إن هو صدر يوم 13-9 من محكمة النهار غير قابل للطعن على حكم نهائي بات آه للأسف إحنا آه إحنا نهاردة في دولة قانون والرئيس السيسي دايما بيناشد بمحاربة الفساد ده راجل كان آه مرشح لعضوية مجلس الشعب لو نجح آه كان هيبقى فيه صعوبة في تنفيذ الأحكام عليه آه دلوقتي الأمر متاح أنا بطالب من خلال هذا المنبر بتنفيذ الحكم عليه لأنه أصبح حكم نهائي بات غير قابل للطعن عليه وحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة آه أهلا بحضتك يا مدام غادة وسعيد نبيب بلقائك وشكرا لحضرتك شكرا وننتقل للفقرة القادمة إن شاء الله آه مع أغرب القضايا بعد الفاصل